اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين كما عودناكم نستقبل آراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كلمة من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الإذاعية التي نتمنى أن نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد خاصة وأننا نتواجد في شهر الخير ويا رمضان يا الله يعني كأننا البارحة بدينة اليوم عشر رمضان ما شاء الله تبارك الرحمن ضيف خفيف سريع يعني يمضي وتمضي الساعات والأيام فيه بشكل يعني سريع جدا مع لذة هذه الأيام ولذة الطاعة في هذه الأيام ولذة العبادات في هذه الأيام وإن شاء الله يعني الواحد يطلع مستفيد منها على كل النواحي النفسية والاجتماعية صلة الرحم وغيرها لأن هذه مساءة جدا مهمة وأيضا على المستوى الصحي لأن رمضان يا جماعة الخير شهر صحي لو نحن نستغل بشكل سليم بيكون شهر صحي بالنسبة لنا عموما أنا بابتدي معاكم حلقتنا اليوم حقيقة من المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي ويعني من طرق إلى أبرز ما جاء في هذا المؤتمر حيث منحت هيئة الصحة في دبي أمس مراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة في دبي البالغ عددها خمسين مركز مدة ثمانية عشر شهرا للحصول على الاعتماد الدولي من جهات عالمية سيتم تحديدها لهم إن شاء الله وفي حال عدم الحصول على الاعتماد خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق المراكز المتخلفة وفي حال عدم سعيها للحصول على الاعتماد سيتم وقف ترخيصها تماشيا مع تعليمات مجلس الوزراء الرامية لحصول جميع المرافق الطبية على الاعتماد بحلول عشرين واحد وعشرين طبعا معالي حميد محمد القطامي أكد خلال هذا المؤتمر واللي حضر عدد من المدرات التنفيذيين والمسؤولين والمختصين أكد أن القوانين والتشريعات في الدولة كفلت رعاية وحقوق المرضى والتقرير الأول إن شاء الله اللي يعني متعلق بالحالة اللي شهدت تكثيف من قبل وسائل الإعلام وأيضا خلال وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يعني هذا التقرير إن شاء الله بيطلع في فترة قريبة جدا المهم معالي القطامي قال إن وجود خمسين مركز لجراحات اليوم الواحد دعا الهيئة إلى ضرورة التشجيط في الضوابط واجراءات ترخيصة لتكون أفضل في تقديم الخدمات والمحافظة على السلامة وحياة المترددين عليها وأيضا لفتل وجود مراجعات دقيقة لمعايير وشروط الترخيص لمثل هذه المراكز إضافة إلى مراجعات أخرى تخص عمليات الترويج لتفادي المبالغات الموجودة في بعض الإعلانات أيضا قال معالي إن لابد من مراجعة كاملة لكل قنوات العنات الطبية خاصة في ظل تعدد وسائل النشر ودخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط لافتا إلى أنه لا يجوز الترويج للأطباء ولا للمراكز ولا حتى الأدوية ولكن للأسف نرى هناك تجاوزات من قبل البعض بعض المؤثرين والمؤثرات على التواصل الاجتماعي يروجون بشكل واضح لأطباء أو مراكز لافتا إلى أن هيئة الصحة تدرس فكرة مخالفة أي مركز أو طبيب يقوم بالترويج لنفسه في إمارة دبي من جهة أخرى أشار معالي القطامي لأن القطاع الصحي في دبي حقق نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية وصل عددها 3371 مستشفى ومركز وعيادة حتى العام الجاري بمعدل نمو 33% يعمل في هذه المنشآت 38981 مهني صحي بينهم 10556 طبيب هذه الأرقام الأخيرة التي طلعت أيضا وصل عدد المترددين على المستشيات والمراكز الحكومية مليون وثمانمية وثلاثة عشر ألف ومية وثلاثة وتسعين والخاصة سبعة مليون وثمانمية وسبعة وتسعين ألف وثمانمية وتسعة وتسعين متعامل هذا بس في سنة 2018 وفي الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية مليار ومية وثلاثة وستين مليون درهم العام الماضي وأوضح معالي حميد بن محمد القطامي أن الدولة كفلت أعلى درجات الرعاية الصحية وسنت من القوانين والتشريعات ما يعزز جودة الخدمات الطبية وينظم الممارسات الصحية في جميع المجالات والتخصصات لتكون وفق أعلى درجات المهنية واستشهد معالي في ذلك بمجموعة القوانين الاتحادية والمحلية اللي نظمت القطاع الصحي وحددت المسؤولية الطبية إلى جانب الإجراءات التنفيذية لتقوم بها لجان متخصصة في مزاولة المهنة وضبط المخالفات الطبية والإدارية وغيرها أيضا لفت معالي لأنه بالتوازي مع تطور التشريعات المنظمة للقطاع الصحي شهد هذا القطاع قفزات نوعية وبالتحديد في إمارة جبي ووضح مجمل للحصاءات التي تضمنتها تقارير رسمية للهيئة أشارت إلى ارتفاع معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المشاءات الطبية الحكومية والخاصة إلى 97% وهذا يعني تقدم واضح نحو الهدف الوطني اللي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021 إن شاء الله تعالى يعني وذكر معالي أن العام الماضي فقط شهد ما يقارب 34 ألف عملية جراحية في المستشعات الحكومية إضافة إلى ما يصل لـ 90 ألف عملية في القطاع الصحي الخاص واستعرض معالي حصائيات السياحة العلاجية اللي تشهد نمو لافت إلى أن دبي يعني نجحت ولله الحم في استقطاب 33 عفوا 3 ملايين وثلاثين لا استقطبت 337 ألف و11 سايح هذه هي صياحة طبية نزيل وضاف أيضا أن عدد المطالبات اللي ليش تفكر عيسى في شو تفكر قولي ما مقتنع بالرقم مقتنع هيقوا مقتنع آه زين آه هذه كله مسجل يعني هذه كل الأمور مسجلة آه وأضاف يعني معالي أن عدد المطالبات اللي تقدمت بها شركات التأمين وصل إلى 33 آه فاصل ثلاثة مليون مطالبة بلغت قيمتها 15 مليار درهم خلال عام 2018 و18 طيب الآن يعني نتكلم عن هذه الأرقام الكبيرة البارحة أنا كنت أو أولة البارحة كنت أتحدث يعني حتى قبل المؤتمر الصحفي عن أن هذا القطاع قطاع حيوي وكذا وغيره فدكتور مروان الملة مدير تنفيذي قطاع التنظيم الصحي ذكر أن عدد الأخطاء الطبية اللي وصلت لهاية الصحة العام الماضي آه يعني وصلت إلى 26 ترى واحد ما بين الإهمال والخطأ البسيط والمضاعفات مقابل 35 كانت في عام 2017 يعني 2018 26 2017 35 لا في تاني لأنه لم يكن هناك أي حالة وفاة واحدة وإنما جميعها أخطاء بسيطة هذا اللي ذكره أنت تتكلم عن شو؟ على كم عملية في القطاع الخاص نتكلم نحن والقطاع لهذا إذا ما نجمع 90 ألف مع أربع مع أربع وثلاثين كم عيسى؟ قل لي 100 وكم أنا صايم ترى ما عارف أحسب الحيني حتى لو بحسب ما بعارف قل لي عيسى يلا أحسب أنزل 133 يقول أنزل 133 ألف عملية هذا في عام 2018 فيها 26 خطأ طبي ما بين أهمال والخطأ البسيط والمضاعفات الحمد لله ما كانت ولا حالة وفاة أنا استغرب يعني هذا التناول الغير عقلاني للقطاع الصحي اللي صار خلال الأيام الماضية وهذه بلغة الأرقام والأرقام ما تكذب صح ولنا غلطان فيا جماعة الخير يعني لما نتحدث نتحدث عن قطاع حيوي قوي مؤثر يساهم في تنمية هذا المجتمع بشكل كبير فيليت يعني ننتبه لهذه المسهولية يعني أحيانا قضاء الله وقدر في بعض الأمور زين وأيضا هناك يعني أي خطأ أو أي أهمال ما رح يمر مرور الكرام وفق الأنظمة والتشريعات الموجودة لا كل واحد يتجاوز القانون رح يحاسن أتمنى الرسالة وصلت سامحوني أنا بديت البرنامج بهذا الموضوع ولكن لماذا لهذا الأمر من أهمية نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل نرجع لفقارات برنامجنا وناخذ الفقرة التغذوية اللي تعودنا عليها فاصل وراجعين صحة وسعادة صد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي يعني بتروحون يمي نسار ما في مثل إذاعة نور دبي برامج متنوعة لزام الله خير وإيضا حتى يعني مذيعين متنوعين وخبرات وبرامج رطيفة يعني حتى للإذاعة فرمضان بعد طعامها مختلف تماما عموما مستمعينا نذهب إلى يعني الحديث عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من المياه أو الماء اليوم هذا هو موضوعنا الرئيسي بتكون عندنا بعض الأفكار الصحية لوجبة السحور معانا خصائية التغذية العلاجية خدتنا عايشة الرميثي صبحك الله بالخير يا عايشة صبحك الله بالنور أخي محمود مبارك عليكم شهر وكل عام وانتو بخير وانتو بصحة وسلامة نزيل نتفضل يا عايشة شو الأفكار اليديدة اللي عندت وعن شو بتكلمينه كبداي بتكلم بشكل عام نحن بسبب استيام الفترات طويلة والتي تصل تقريبا إلى 14 ساعة في اليوم خاصة نحن حاليا في فصل الصيف يتعرض الجسم الخطاط الشديد في استواء التي يتمثل تقريبا 70 جفاف التي يتمثل تقريبا 70 بلمية من الثامنة لذلك نحتاج أن نعوض هذه استواء المباشرة بعد وجبة الفطور نعم عن طريق تناول هذه استواء الأهمها الماء والابتعاد عن الأطعمة التي تتبذ العطاش تتجنب هذه الجفاف وخاصة بشهر رمضان صحيح في البداية طبعا بنوضح شو هي أعراض الجفاف اللي هو ضعف عام الامتاك قلة إدرار البول الخمول وعدم التركيز جفاف شديد في الفم طبعا إذا حسنا بهذه الأعراض لازم نزيد من كميات السواء والراقب الأطعمة اللي احنا ناخذها على الفطور أو السحور صحيح فأتكلم بشكل سريح شو هي الأطعمة اللي لازم نتجنبها اللي هي ممكن تتبذلنا العطاش في رمضان وممكن نتميهم لصوف الماء يعني هيا بني التشبيه لصوف الماء هي فالأطعمة هاي ممكن اللي هي تكون الغنية بالكافيين الملح والسكر التوابل والبهارات والمشفوبات الغازية نعم فممكن نعرض أهم الطرق اللي هي اللي هي نتغلب على العطاش في شهر رمضان أهمها طبعا أولا شرب الماء وهو الأهم يجب نحن نتناول تقريبا من ثمان إلى عشر أكواب يوميا من فترة الفطور إلى السحور ثانيا يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف خصوصا على وجبة السحور ثالثا تناول الأطعمة الغنية بالماء وبالأخص الخضروات والفواكه بنعرض تقريبا الخضروات الغنية بالماء منها الخيار الطماطم الكراس الفلفل البارد تقريبا هذه الخضروات تحتوي على نسبة أكثر عن 49% من الماء أما من الفواكه ممكن نقول الغريفروت البطيخ التوتل الأسوال الفراولة حيث أنهم يحتون على أكثر من 91% من الماء فإذا تناولنا هاي الفواكه والخضروات اللي هي الغنية بالماء ممكن تعوضنا حتى عن تعوض الجسم بالسواء اللي تحتاجها لأنه ممكن نحن نلاقي صعوبة نحن نعوض الماء في هاي الفترة الكثيرة اللي هي من الفطور للسحور فإذا احنا زودنا الجسم من هاي الخضروات والفواكه فممكن الجسم ياخذ احتياجه من الاستواءل من هاي الخضروات والفواكه حين أنت رجعتيني لسؤال دايماً ييه في بالنا هل يعني الطماط والخيار هذي لفواكه ولا خضروات خضروات زي في حد يقول لنا فواكه لا الطماط والخيار هم يعتبرون من نحن نحن حاطينا من ضمن فئة الهذا ولكن في حد يعني التعريف العلمي لها يقولون ان هي فاكهة الواحد ياخذ الفايدة الغذائية منها سواء كانت خضرة ولا فاكهة هذا مهم موضوع الرئيسي يعني لأن حد من الناس حتى في بعض الشعوب دكتورة تروحين هناك يحطولك في سلة الفواكه الخيار موجودة مع الفواكه لكن نحن في النهاية اللي يهمنا ان فوائد الخيار اللي ممكن تعطيك انت خاصة اثناء الفترة تتخيلي حتى في ناس يشيلون القشرة دكتورة يعني يقطعون الخيار والطماط من غير القشر لا هو ناخذ مع البشر عشان ناخذ الفايدة كاملة اللي هو الالياق رضاق البوتاسيوم دكتورة وايد مهمة اثناء الصيام بعد كذلك هو البوتاسيوم تاخذ لأن البوتاسيوم ممكن يقيك من العطش ايضا صحيح وخصوصا على وجبة الصحور يعني انا البارحة سويت كل شي صح في الصحور دكتورة كل شي صح الا في مثل هذي يبولنا ياه من الكويت سمسمية شده خطلي بس يعني عن خاطري حد ايه اليوم ناش صراحة تعبان ما شي ريج من الهذا ريج يبول نسبة السكر في عالية هي الظاهر شي يعني عادة ان انا ما يعني بس اليوم اول البارحة يعني اول يوم هو سحور اليوم اول مرة سويها صراحة قلتوبة خلاص يعني اي شي هذا يعني بيني وبينتش ما في افضل من ان الواحد يسحر يعني اشياء ممكن تم معا وتعطيه تعطيه المخزون الكافي من الماء ساعات لما نروح الواحد حط لك موزة في السحور مالك موزة او تمر او تمر موز وتمر او ماي شو احلى من هذا السحور شوية لبن وشوية المور طيبة اللهم لك الحمد بعدين سبحان الله دكتورة يعني امسات امسات يعني اذا بغمض عيني احس ان حلقة اول يوم رمضان البارحة كانت تخيلي يعني ما شاء الله سبحان الله هي الايام تمشي في رمضان والساعات سريعة جدا فمثل ما قلنا شهر الخير الواحد يحاول يستغل افضل استغدال من ناحية العبادة وايضا من ناحية الصحية لان شهر رمضان شهر صحي للأسف الناس ايه تفضل دكتورة الناس ترصيات فرصة لتحسين الصحة يعني نقدر حنا نغير عاداتنا الغذائية الى الافضل يعني حسنتي والعبادات وهالأشياء صحيح صحيح حتى نفسيا اجتماعيا صحيا خلقيا هذا هو شهر رمضان شهر كامل التي تمشي فيه بهذا الشكل وبعدها جسمه سبحان الله يعني هذه تسحب على باقي ايام السنة حين يدى مشيه ثلاثين يوم على هذه الشاكلة ليش ما تكمل على ثلاثين يوم لان هذه مسألة وايد مهمة الواحد يأخذ فيها دكتورة وانت تطلع من شهر رمضان تحس نفسك أخف حتى صحيح الماي نسب المياه العالية يعني هذه مسألة جدا مهمة لان خاصة لمرضى الكلة مرضى الكلة في رمضان أو اللي عندهم يعني مؤشرات للحصاوي في الكلة أو غيرها هذه لازم ينتبهون لهذه المسألة جدا مهمة لان مناحة الأكلات ومناحة شرب الماء وايد مسألة مهمة انت ذكرتي صيف 14 ساعة صيام واحد يصيب جفاف صح فهذه شو ممكن قلهم مرضى الكلة شو أهم الأشياء المفروض حتى يتبعونا على الفطور على السحور مثل ما قلت أول شي يتجنبون هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها اللي هو لصوص الماء هاي لصوص الماء يتجنبونها خصوصا الأطعمة الغنية بالملش وائد ناس عندنا يستخدمون أو يكثرون من المخللات أو الأشار أو هاي الأشياء اللي هي عالية بالصوديوم فهاي الأشياء تسحب الماء من الجسم أو ما يعوضون ما يعوضون الماء فلازم يتجنبون وفي نفس الوقت يزيدون وائد من شرب الماء ولازم يراجعون للأطباء عشان بعد يعطونهم الكمية اللازمة من الماء صوصا بما أنك ذكرت مرضى الكلاء مرضى الكلاء المفهوض يراجع طبيبه قبل فترة الصيام حتى ممتاز طيب دكتورة شو النصائح الثانية يتبغي أن تقدمينها قبل ما نختم معك ما يشربون يعني الكمية الكبيرة من الماء على فترة السحور يعني ينتع من الفطور وهي على السحور يشرب كمية كبيرة من الماء لأن الجسم ما بيستفيد منه لازم يقسم الماء من الفطور إلى السحور يعني من بعد الفطور في ساعتين يبدأ يشرب الماء تدريجيا عشان يستفيد الجسم جميل إذن شكري لتش أستاذ الغالية عايشة الرميثي خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي على هذه المعلومات القيمة ونتمنى لكم التوفيق وأيضا هنا أنا بقرالتش يعني يقولون الفواكه هي عبارة عن زهرة النبات وتحتوي بداخلها على بذور أي أن مبيض الزهرة يتحول إلى الثمرة الفاكهة وبداخلها وبداخلها تتكون البذور وعلى هذا الأساس فالطماطم على سبيل المثال هي عبارة عن فاكهة تحتوي بداخلها على بذور أمثلة على فواكه مثل الطماطم الزيتون البازلاء البازنجان والخيار أما الخضروات بشكل عام هي عبارة عن نباتات لا تحتوي على بذور أو تحتوي على كل أجزاء النباتات إلا الزهرة مثلا الأوراق الخس الملفوف الجذور اللي هي الجزر البطاطس هذين كلها طلعوا خضروات شفتك هذين طماط طلع فواكه حتى الزيتون بعد فاكهة حتى البازلاء والبذنجان هذين كلها فواكه فواكه طيب نختم معاش دكتور بهذه المعلومة وإن شاء الله يا رب يعني تكون إضافة جيدة لمحلوماتنا أهم شيء يا جماعة الخير لا تقشروا للخيار لأن الفايدة كلها في القشر هذا الأخضر هذين فهذه مسألة وايد مهمة أنكم أنتم تأخذون فيها بعين الاعتبار شكرا جزيلا خدتنا عايشة الرميثي شكرا أهلا عفو الله يستطيع نطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل ما نتواصل معاكم نتكلم على بعض المشاريع اللي تم استعراضها خلال برنامج رواد الصحة سنشوفوا برنامج رواد الصحة ما نتعرف على هذا البرنامج إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتا أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة تبي دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا مستمعين على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة صح؟ أنا حس مزمع ما قتب وصايم فالواحد ينسى هيسة يضحك هيسة تعوت علينا أظن إننا المذيعين وقت الصيام شي وايدة شي تضيع منها هي هزراسة هي خافت اللي ضاعت بعد مخرج ثرات بعد شغلك ثرات ما بقل عنه يقول أنا ساكت ما تكلم نحن من يعني من الطرق الآن مستمعين إلى برنامج مميز مميز جدا مبتكر هذا البرنامج يعني من البرامج اللي نعتز فيها في هيئة الصحة في دبي من خلال تمكينها للموظفين وأيضا من خلال هذا البرنامج تخرج العديد من المشاريع القوية والجيدة واللي من خلالها أيضا هيئة الصحة في دبي تؤهل للصف الثاني والثالث من موظفينها نحن معانا عبر الهاتف الأستاذة ميعاد علي الهاشمي رئيس قسم التدريف في هيئة الصحة في دبي صباح شاء الله بالخير اختي ميعاد يا صباح النور يا صباح النور أخم حمود أستاذة يعني كنت أنا قبل الفاصل أتحدث أن هذا البرنامج برنامج مميز وكذا وهو برنامج رواد لكن رواد الصحة لكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الدورة لهذا العام خلينا نتكلم عن هذا البرنامج التدريبي شو هو برنامج رواد الصحة عطينا نبذة عنه وأيضا الهداف التي تسعوه لأنتم من خلال أطلاقكم لهذا البرنامج وهذه السنة الثانية أو الثالثة أستاذة هاي السنة الثانية الثانية تفضلي يعني شو اللي صار خلال هذه السنة عطينا نبدأ سريع عن هذا البرنامج إن شاء الله برنامج رواد الصحة مثل ما ذكرت برنامج يستهدف قيادات الصف الأول والثاني والشارة الثالث في الهيئة بمختلف مواقعها طبعا يعمل برنامج هذا على تعزيز القدرات في مجال القيادة واستخاذ القرارات الاستراتيجية وأيضا يعمل على تعزيز ثقافة التمييز والاستكار في المجال الصحيح مدة هذه البرنامج ثمان شهور تتكون من عدة محاور أو مراحل في البرنامج منها كانت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقييم والتغرية الراجعة وكانت إن المرحلة الثانية اللي هي عدد من ورش العمل يتخلى لها عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية المرحلة الرابعة كانت عن مقارنة مليارية وزيارة أحد المستشفيات العالمية في أحد الدول في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا المشروع الأخير وهو المشروع التخرج المشروع النهائي للبرنامج طبعا أهم أهداف البرنامج طبعا تطوير الكوادر في الهيئة للوصول لأعلى المستويات أيضا التمكين الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورأي التبير 20-20 وأخيرا يعزز تقافة الأداء المتبيز وإدارة التغيير في الهيئة نعم طيب الآن أنتم ما شاء الله خرجتوا مجموعة من القيادات في هذه الدورة كم عددهم كانوا 30 قائد ما شاء الله 30 قائد وطلعتوا بمشاريع لأن هؤلاء يعني نضموا إلى عدد من الفرق ما تذكر كم فريق كانوا 6 خمس فرق خمس فرق زي خمس فرق كانوا في خمس مشاريع ممكن تاخذينتي بجولة عن يعني منفصلة عن هذه المشاريع اللي تم استعراضها لأن أعتقد الأسبوع الماضي إذا ما خانتني الذاكرة الماضي ولا اللي قبله كنتوا تستعرضون هذه المشاريع أمام معالي مدير عام هيئة الصحة بدبي واللي يعني بارك هذه الجهود وأيضا نوجه بتنفيذ العديد من هذه المشاريع مباشرة نعم صحيح طبعا مثل ما ذكرت البرنامج في عدة مراحل والمرحل الأخيرة اللي هو المشروع التخرج مشروع اشتغل عليه الفريق يمكن مدة طويلة أو مدة البرنامج هي فيما مشهور راجعها أكثر من استشاريين وأعضاء وصرق عمل أخرى والجميل في ذلك عند زيارتهم في الولايات المتحدة الأمريكية تم عرض هاي المشاريع وخذوا الفيدباك وبعض الملاحظات التطويرية بناء على أفضل الممارسات اللي كانت موجودة عندهم اللي كانت أردي مطبقة عندهم ويمكن نحن ساعدتنا في عملية تطوير هاي المقترحات أو المشاريع طبعا بستعرض بعض المشاريع بشكل سريع كان عندنا المشروع الأول من الفريق الأول مشروع اللي هو أو الإسخشارات الإلكترونية في عبارة عن اليوم يمكن المريض مش محتاج اليوم أن يزور العيادة أو يزور المستشفى عشان يراجع أو يستشير في بعض الإسشارات ما كان المقترح اللي هو تكون إسشارة الإلكترونية عن طريق الموبايل أو عن طريق الموضع الإلكتروني للهيئة فطبعا هذا يساعد على تقليف عملية الإستضارة عندنا ويساعد على رفع المتعامل المشروع الثاني كان مشروع اللي هو فتح زيادات خارجية في فترات المرتاء للتخصصات طبعا إحنا قدنا بعض العيادات في باب الحموم في بعض المشريات في بعض التخصصات تكون متوفرة بس في فترة الصباح فكان المقترح هاي اليوم كيف تستح بفترة المتاء وشو هي الآلية المناسبة لتناؤل المريض وتناسب أيضا الكادر الصبي في فتح العيادات الخارجية أيضا التعاون مع الشركات مع شركات القطاع الخاص في جزء الصيدلة والمشروع الأخير اللي هو اسمه اللي هو المشروع يمكن يخص الكادر الصبي أكثر فيمكن نحن نلاحظ أنه يمكن الدكتور ياخذ شوية وقت في عملية كتابة اللصة للمريض هذا هذا المقترح كان عن طريق اللي هو الفويس والسيستم والنظام يسجل كل الملاحظات اللي يضحها الدكتور فتسرع هنا عملية ويقلص هنا عملية وقت المريض أيضا ووقت الدكتور في نفس الوقت جميل طيب مشاريع والله جميلة يعني الواحد ممكن يشوف بصراحة ممكن تساهم في تحسين الكفاءة وتحسين الخدمات وتسريع رحلة المتعامل وأيضا ضمان تقديم الخدمة لها بشكل يعني عالي المستوى أعطيكم ألف عافية أنا برنامج رواد الأمانة يعني تعيبني الأهداف التي تسعولها من خلال ضمان إعداد وتطوير الكوادر في هيئة الصحة بدبي للمستويات الإدارية العالية وأيضا وفق النظم العالمية أعتقد أنكم أنتم بعثتوا الرواد هذه لخارج الدولة كذلك لتطلع على أبرز المشاريع أو الأماكن التي تحاولون من خلالها أنكم أنتم تدمجون ما بين الدراسة النظرية ما بين المشروع العملي وأيضا المقارنات المعيارية على أرض الواقع طحيح طحيح طيب الآن إذا ما نتكلم على أهمية هذا البرنامج برنامج رواد الصحة فالأهمية تنبع من الأهداف التي تسعرونها حقيقة تعزيز ثقافة القيادة الابتكارية في كل أنحاء الهيئة هذه من ضمن الأهداف التي تسعرونها وأهم هدف من وجهة نظري عملية المواصلة في تدفق القيادات المستمر بجميع المستويات صحيح وبعد يمكن أن أرى أهم هدف اليوم طرح مشاريع والمشاريع مربوطة باستراتيجية الهيئة وتخدم مثل ما ذكارة عمليات وخدمات الهيئة في تطويرها وفي تحسينها وفي النهاية نكسب فيها رضا المتعامل في الهيئة أحسنتي لأن هذه تدخل في خانة التمكين المنتسبين في هذا البرنامج يعني يعني لقيادة فرق العمل في عندها وظائف كثيرة وتمكينهم من تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة وأيضا رؤية تدبيع 2021 وكذلك ممكن أن نتعزز ثقافة الأداء المتميز وأيضا المفهوم الجميل اللي يطرح حاليا في الساحة هو إدارة التغيير لما تتحدث عن إدارة التغيير تتحدث عن مفروض أن تكون هناك يعني بيئة عمل إيجابية راح تساهم في إدارة التغيير إدارة التغيير ليش بغير بغير لأن أنا أشياء الأشياء اللي عندي تكون إيجابية صح ولأنا غلطان الآن شركاءكم في هذه المبادرة طبعا شركاءنا في هذه المبادرة كانت الشركة الاستشارية جي إي اشتغلت بعاننا في هذا المشروع وطبعا المشروع في برنامج رواد الصحة فكانت من البرامج المتميزة هاي السنوات وكانوا هم الشركة الاستشارية هاي خديعة في المجال أو في البرامج اللي خاصة في القبان الصحيح طيب ايضا سادة مياد انتو في قسم التدريب في هاي الصحة في دبي عندكم العديد من البرامج الثانية كذلك اللي تقوموا فيها حين بغير الطرق لأبرز المشاريع والبرامج اللي موجودة عندكم طبعا نحن قسم التدريب قسم مختص ببرامج تدريبية متخصصة أو خاصة بالكادر الإداري عندنا وطبعا في بعض مجموعة في الكادر الطبي اللي في بعض البرامج الإدارية اللي يندرجون فيها طبعا نحن عندنا إدارتين في إدارة متخصصة إدارة التعليم الطبي والأبحاث متخصصة في البرامج اللي خاصة بلا طباء ولا الكادر الطبي صح نعم والأشعار متخصصة في برامج اللي خاصة بالكادر الإداري في برامج نحن نسويها برامج مهنية خاصة في إدارة المتعاملين وتأهيل الصف الأمامي عندنا وفي برامج كانت برامج متخصصة في الجودة في التمييز في إدارة المشاريع وغيرها من البرامج اللي اتلائم عندنا اليوم استراتيجية وأهداف الإدارات جميل عندكم يعني مشاريع كثيرة أنا يعني إذا إذا بذكرها ما بيصعفني الوقت ولكن يعني قبل لا أختم معاك أنا أبغي أتطرق لأن خلاص دخلنا الصيف وانت المشاريع الخاصة بالتدريب الصيفي تدخل ضمن نطاق عملكم فأنا بستغل الفرصة على أساس أن نأخذ نبدأ سريعة عن برامج التدريب الصيفي في هيئة الصحة في دبي كم عدد هذا اللي مخصصين حق السنة هذه عدد الملتحقين شو الشروط هل في يعني لو تأخذينا لمحة سريعة أنا ما أبغي أحدتش بأسئلة معينة لأن أدري أنت يمكن ما تبغي تعليلين عن المواضيع على الحين لكن خلينا نتكلمها علي مدام نفتحنا لي ما نحصلتش مرة ثانية أخرى بالتفصيل إن شاء الله برنامج التدريب الصيفي طبعا برنامج يسمي أطلاقها كل سنة لطلاب من المراحل السنوية اللي هي مرحلة الأول السنوي إلى المراحل الجامعية طبعا إن شاء الله بنمسكي هسين البرنامج في 11 شهر السبعة وبين في في ثمانية ثمانية مدة البرنامج هي أربع أسابيع أي ما يقارب الشهر يستهدف طبعا جميع مواطني الدولة طبعا شروط البرنامج أنه يكون مواطني الدولة يكون طبعا ناجش في مدرسة في بعض الشروط الأخرى في البرنامج نفسه طبعا راح نعلم أن تستخدم التسجيل قريبا وبيكون تسجيل ألكتروني في النظام نفسه طبعا سيتم توزيع طلبة هذيلا في مختلف الوحدات التنظيمية عزمة في الهيئة سواء في القطاعات الإدارية أو في الأشياء أو الهيابات الخاصة بناء على الشواغر طبعا مستقفين السنة ما يقارب حوالي 197 طالب نعم في مختلف المواقع في الهيئة نعم طبعا الجنرال هاي نبدأ عنه طبعا البرنامج يتخلى له عدد من الأنشطة ورشادة بعض الزيارات المينانية لأحد المؤسسات وطبعا البرنامج هذينا مربوط بالتسامح بعام التسامح طبعا من الأنشطة والورش رح تكون مربوطة بهذا الشيء وفي نهاية البرنامج المتدرب الصيفي يعمل على تزويد الهيئة بمشروع مشروع تخرج البرنامج وطبعا هذا المشروع لازم يكون مربوط بالهيئة وبخدماتها وعملياتها ويتم مراجعتها وتقييمها وطبعا ينجح يتم تقييم هذا المشروع وفي مكافأة الطلبة على المشاريع التي أنجزوها خلال البرنامج طبعا في مكافأة شهرية أو في مكافأة في نهاية البرنامج الطلبة ما يقارب ألفين لطلاب الثانوية العامة وثلاثة ترهب للطلاب الجهرية ممتاز إذن يعني بغض النظر على المكافأة المادية المكافأة الأكبر أن التدريب الصيفي في هيئة الصحة في دبي هو تدريب لتمكين الطلبة أن يأهلونهم تأهيل تام أن يدخل إلى مجال العمل وهو فاهم كل حيثيات هذه الخاصة بالعمل أيضاً أنا تقابلت بعد كذلك مع عدد من الموظفين اللي اشتغلوا عندنا في هيئة الصحة وما كانوا متدربين في فترة من الفترات هذا اللي لاحظت لأن المميز دائماً يتم استقطابه فأقولكم نتائج أو نتائج هذه الدورات تدريبية خاصة بالتدريب الصيفي ممكن سبحان الله يكون جدام واحد من أسرة هيئة الصحة بدبي ويمكن يكون بعد فترة واحد من قيادات هيئة الصحة بدبي ما ندري إذا كان الشيخ صوى بهذا القدرة من التمييز في العطاء شكري لك استاذة ميعاد خذنا وقت بشكل كبير ولكن الحديث في هذه الأمور ممتع وأيضاً ترويج لها كذلك يجب أن يكون هناك ترويج لنا هذه ممارسات تقام ويليت حتى يتم تعميمها مدى ممارسات جيدة وفي صالح الموظف وفي صالح العاملين في مختلف القطاعات يليت يعني يؤخذ بها لأنها مش حكر على حد ولكن هي ممارسات يعني عالمية نقدر نقول عنها وليش ما الواحد يستفيد منها فشكراً السادة ميعاد علي الهاشمي رئيس قسم التدريب في هذه الصحة بدبي كانت تحدثنا عن برنامج رواد الصحة والبرنامج التدريب الصيفي اللي بينطلق متى قلتي للسادة ميعاد مرة ثانية 11 11 11 11 11 11 ان شاء الله نلحق عنها بعد ما تكون فترة اجازاتنا ان شاء الله ورح ان شاء الله نعلن عن فتح باب التهجيل قريباً ان شاء الله ان شاء الله تعالى وانا ما بعلن بعدما غير ان بعدما أخبركم متى وقت التهجيل شكراً يا استاذ ميعاد شكراً جزيلاً شكراً شكراً إذن كل الشكر زملائنا اللي العددو لنا هذه الحلقة كانت نور نزال معنا في الاعداد في التنزيق ميرا المري شكرا ما قصرتي ليش تضحكي ميرا كل الشكر لعيسى سبيل مخرجنا هذي تحياتي هذي شو هاي بعدها مغطية هاي حركة شاسمه هذا اللي يبقل في يوفنتوس مسيت اسمه ولا شي سوي مثل الصح هاي العلامة شو اسمه لعب معروف يلا ما علينا هذي تحياتي محدثكم محمود يوسف الرجل ونرقاكم ان شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد نقول لكم مستمعين دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي